سلام بحضراتكم مرة أخرى إزاي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن كابتننا وألف مبروك أهلا كابتن إسلام ألف ألف مبروك لجمهور الأهل الكاس شكله حلو تصورت؟ أه تصورت كلنا تصورنا كلنا لازم نصور به أحساس جميل كاس مفرح أه لا أحساس جميل جدا أهلا الكاس ده تحديدا كاس مفرح يا كابتن يعني في كل ما خدتوش كالعيد لا أخدنا الكاس الأديم اللي هو الأديم الأديم اللي مش الشكل ده الشكل الكبير لا الشكل الأديم التقليدي تقليدي العادي أبو ودنين كده أبو ودنين أهلا هو دورة طرق أوروبا أهلا هو بس يعني اتطور يعني إحنا بيمكن أنا خدته مرتين فكان الشكل واحد يعني بس كان بيبقى فيه تطوير حاجة بسيطة لكن ده شكله مختلف تماما قريب من كاس العالم بس التاني كاس العالم يعني نسخة واحدة يعني لاعب بس على الهب يعني كابتن إيه الفرق وإنت بتاخد الكاس ده لاعب ودلوقتي مشجع أو محلل أو زي ما أنت عايز تقول لو قلتلك إحساسي أقوى وأنا لا لجد آه لإنه إحساسك وإنت وإنت لعيب يعني أحياناً المالب حتى إحنا بنقول للناس اللعبة ما بيبقوش تحت الضغط إزاي الجمهور هم تحت ضغط اللعبة آه وقبل المباراة لكن أثناء ما بتلعب في المباراة أنت كنت لعيب كبير وعارة فبتنسى تشتغل بتلعب مش هادية ولكن صحة لا بتلعب بتلعب بتاخد والأحداث بعد المباراة بعتقد تفكر في الشوطة الأوفر البتاعة ولأو دا يعطي جون بقى جون مهم أو دا خلفية جون مهم ما خرطتش فكورة آه طبعاً يعني ولكن إحساس الجميل دلوقتي بالكاس أنه دا الكاس اللي العيبة راحت وسفرت ونامت وحرمت نفسها وجمهور راح والدنيا يعني أنت بطولة بطولة كبيرة 14 مباراة آه بطولة كبيرة قوي لعقوا سفروا بيتخلى لها سفروا بيخلى لها إصاباتوا بيتخلى لها حاجات كتير قوي وفي الآخر أنت بتفوز بالكاس يعني شكله جميل جداً وإحساس جميل أنه أنت تكون حاسس أنه أن الحاجة اللي أنت بتحبها نجح نادر أهلي نجح وده أفضل حاجة عندنا الأفضل ليه كنت لعيب أو أنت مشجع لو أنا مشجع أنت مشجع آه طبع يبطغت أكبر أنا يعني أنا كنتش مجدود وأنا بلعب كده آه يعني بحس أن أنا عاوز ألعب وعاوز أكتهد ممكن قبل المباراة في التركيز والحاجات دي لكن لا دلوقتي دلوقتي أنا أنا يعني وبالذات لما تكون مدرب كمان يا كتب الإسلام يعني طول الوقت عايز الفرقة تبقى كويسة وفي أفكار في دماغك وبتقول لو تعمل كده أو تعمل كده وبعدين تحط نفسك في نفس المكان المدرب تعمل إيه شغل إزاي وبعدين كمان محلل فبحس أن أنا مجدود قوي يعني أنا بنبقى مجدودين في المباراة وإحنا محللين وبنبقى مجدودين قبل المباراة وببقى حارف قوة الفرق إيه وإيه إحنا ماشيين إزاي دلوقتي كويس ولا مش ماشيين كويس فالمطش ده صعب ولا مش المطش ده صعب ولكن في الآخر قدر أقول لك اللي فرق في كل اللي أنا قلته ده هو روح النادي الأهلي بس روح فينا للحمر بجد حقيقة والجمهور النادي الأهلي والناس بتخاف مننا جمهور بيخافهم الجمهور جدا الجمهور النادي الأهلي مرعب الأستاذ مرعب أنا أكتر من الناس يعني لعيبة كتير أو يعني هديك مثلا مثلا فاينال 93 للعبناه ألن سيرجي ماجي واللعيبة بقى الجامدة بتاع أفريق سبور نزلوا اتخضوا من الأستاذ اتخضوا كان هو هو الأستاذ يعني كان هو هو اتخضوا يعني بيشوفوا جمهور وجمهور النادي الأهلي ما بيهداش وبعدين جمهور واعي جدا علشان بس في كذا ما قولها بتقول إن جمهور النادي الأهلي مش ما نشف الكرة تلاقي ناس كتير بتردد الكلام ده مش ناس كتير أنا عارفهم أنا عارفهم عارفهم بغدغانات يقولك إنه اللي ما بيفقموش في الكرة بيشجع النادي الأهلي لأ مزام بجمهور النادي الأهلي إن ناديهم بيفرحهم يعني يعني ومزام بالجمهور على فكرة إحنا حطينا نفسنا في مشكلة كبيرة حطينا نفسنا في مشكلة كبيرة إنك لازم تكسى بتكسى 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 فجمهورك يتعود على كده صحيح اللي مش طب أقولك حاجة إحنا مش خادنا بطولة أفريقية تعالت عادل ماتش في الدورة نسي الجمهورك بطولة أفريقية بقى ده طموع ده ويزعل منك ويقولك إيه ده الأهلي حصل إيه ومش حصل إيه فتلاقي الناس بقى اللي بيردده إن الجمهور الأهلي قراب يحب المكسب وهو كرة إيه يعني هو طريقين هو كرة فيها ثلاث نتائج تمام مكسب وتعادل وخسارة الكرة ما تعملتش عشان تخسر وما تعملتش عشان تتعادل الكرة تعملت عشان تكسب وتاخد ده يعني إحنا بناخد ده ليه عشان إنت وعشان إنت بتتعاد طبعا وعشان بتتعاد فجمهورك خد على كده وإنت قاعد أنا بسألك إيه وإنت كدعيب خدت كم بطولة تقول لنا خدت مش عارف تمانية ولا تسعة ولا عشرة ولا عشرين ولا كل واحد أنا بقول لحليك كلنا بنفتخر مش أنا كلنا بنفتخر بالبطولات اللي إحنا خدنا بالكؤوس اللي إحنا خدنا أنا شخصيا 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 شخص ده ثلاث مرات وبالتالي ثلاث مرات وأنا لعيب وأنا بقى كمزيع ولا بتاع فبقى برضو مع خمس مرات فأنت تلاقي نفسك إيه سبع عندك سبع لما حدي كلمة أقول لك إيه أنا عندي سبع بطولات مش ثلاثة ولا تنين بس في حاجة غريبة أوي في الناد الأهلي بجد أنا تلاقي لعيبة جاية بقى لها ثلاث أيام وعندها ثلاث أربع بطولات طبع أقول لك حاجة مهمة جدا حتى المدربين يعني مثل الكولر عنده سبع بطولات أو تمانية دلوقت تمان بطولات في حياته ممكن يكون عنده بطولة ولا تنين دي حقيقة فالتمانية مع الناد الأهلي الناد الأهلي كده على طول علشان كده أنا أعزي أقول لك إيه إنه جمهور الناد الأهلي اتعود على الحلم ما يعرفش الوحش